اشتركوا في القناة وهذا ما يعد بالمؤشر الإيجابي بالنسبة للخضر اللاعب يعتبر من أحسن لاعبي وسط الميدان في الدورة الفرنسي وكذلك ضفت القناة أنه بحصول حسام عوار على جواز سفره الجزائري سيسمح له بتقديم طالب بشكل رسمي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا من أجل تغيير جنسيته الرياضية وهذا من أجل اللاعب لصالح منتخب الجزائري وبهذه الخطوة الرسمية فإنه من المنتظر أن يتواجد حسام عوار في قائمة المنتخب الوطني الجزائري مستقبلا خلال التربص القادم ربما بشارج سبتمبر خاصة وأن الناخب الوطني جمال بالماضي قال في الندوة الأخيرة التي نشطها بأن هناك العديد من اللاعبين مزدوجي الجنسية والذين غيروا رأيهم بخصوص المنتخب الذي سوف يمتنونه مستقبلا إذن نتمنى أن نرى حسام عوار بقميص المنتخب الجزائري صراحة لاعب يملك الكثير من الإمكانيات ويمكن أن يعطي الإضافة للمنتخب الوطني الجزائري أعزائي المشاهدين أشكركم شكرا على المشاهدة دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا على المشاهدة